موسيقى بروح تواقى للتفوق ألقاكم أبناء طلبة الصف الحادي عشر في حلقة خاصة وذلك لمراجعة ما تم دراسته خلال الفترة الدراسية الثانية ما عليك إلا إحضار ورقة وقلم وتابعني بعد الفاصل موسيقى عدنا من جديد وأرحب بكم أبناء طلبة الصف الحادي عشر وأذكر أننا في هذه الحلقة سنقوم بمراجعة ما تم دراسته خلال الفترة الدراسية الثانية ونبدأ بأول جزء من هذه الأسئلة وهو اختر الإجابة الصحيحة والأفضل لكل من العبارات التالية وذلك بوضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة لاحظ رقم واحد مؤسس علم الوراثة الحديث هو العالم مندل كالفن بانت ساتون حاول أن تتذكر ممتاز هو العالم مندل العالم الذي وضع النظرية الكروموسومية في الوراثة هو العالم مندل بانت كالفن ساتون هل تستطيع أن تتذكر؟ ممتاز هو العالم ساتون العبارة الثالثة وراثة فصائل الدم عند الإنسان مثال على السيادة هل هي السيادة التامة؟ أم السيادة غير تامة؟ أم السيادة المشتركة؟ أو كل ما سبق خطأ هل تستطيع أن تتذكر نوع السيادة بين فصيلة A وفصيلة B في الإنسان؟ ممتاز هي السيادة المشتركة العبارة الرابعة وراثة صفة لون الأزهار في نبات حنك السبع مثال عن السيادة؟ تذكر أن هذه الأزهار من نبات حنك السبع ما نوع السيادة فيها؟ سيادة مشتركة غير تامة سيادة تامة كل ما سبق خطأ تذكر عزيزي الطالب ممتاز هي سيادة غير تامة العبارة الخامسة في التلقيح الاختباري يتم تلقيح النبات المراد اختياره خلطياً مع النبات الذي يحمل التركيب الجيني الهجين المتنحي الهجين السائد النقي السائد النقي المتنحي تذكر أنني أتكلم عن التلقيح الاختباري منتاز هو النقي المتنحي العبارة السادسة إحدى الصفات الوراثية التالية صفة سائدة نلاحظ الصفات هل هي استقماتزم العين؟ المهاق إصبع لبهام المنحني كل ما سبق صحيح تذكر أنها صفة سائدة منتاز استقماتزم العين العبارة السابعة التركيب الجيني لأنثى خفيفة الشعر حاول أن تتذكر صفة الصعر في الإنسان وتذكر التركيب الجيني للأنثى فيه هل هو التركيب الجيني بي كابيتل بي كابيتل بي كابيتل بي كابيتل بي سمول بي سمول بي سمول حاول أن تتذكر ممتاز بي كابيتل بي كابيتل العبارة الثامنة صفة عمل ألوان تكون محمولة على الكروموسومين الأكس والواي تكون محمولة على الكروموسومات الذاتية أم هي تكون محمولة على الكروموسوم Y أم تكون محمولة على الكروموسوم X تذكر عزيز الطالب منتاز محمولة على الكروموسوم X العبارة التاسعة الصفات المحددة بالجنس تختلف عن الصفات المتأثرة بالجنس في أن الأولى إذن نحن الآن نريد أن نعرف صفة تتميز بها الصفات المحددة للجنس نلاحظ الآن ما الذي يميز المحددة بالجنس تكون محمولة على الكروموسومات الجنسية أم تكون محمولة على الكروموسومات الذاتية تظهر على الجنسين بنسب متفاوتة أم تظهر على أحد الجنسين دون الآخر بما أنها صفة محددة بالجنس إذن ممتاز تظهر على أحد الجنسين دون الآخر إذن ماذا عن الصفة المتأثرة بالجنس؟ نلاحظ كما سبق ودرسنا بأنها تظهر على الجنسين ولكن بنسب متفاوتة ننتقل الآن إلى نمط آخر من الأسئلة حدد الإجابة الصحيحة وأيهما خطأ وذلك بوضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير صحيحة فيما يلي العبارة الأولى المرأة ذات التركيب الجيني الهجين لصفة الصلع تكون ذات شعر عادي ماذا أقصد في التركيب الجيني الهجين؟ حاول أن تحلل التركيب الجيني الهجين أي أقصد بي كابتل بي سمول هل هي من ذوات الشعر العادي؟ ممتاز إذن الإجابة صحيحة العبارة الثانية الرجل المصاب بمرض عمل ألوان لا يمكنه أن ينقل هذا المرض لأبنائه الذكور حاول أن تتذكر موقع هذا الجين أين يقع وهل يستطيع الأب أن يورثه للذكور؟ إذن ممتاز الإجابة صحيحة العبارة الثالثة تعتبر صفة الصلع من الصفات المرتبطة بالجنس هل هي صفة مرتبطة بالجنس؟ ممتاز الإجابة خاطئة لأن صفة الصلع لا تجعل الكرموسومات الجنسية توجد على الكرموسومات ذاتية إذن غير مرتبطة بالجنس العبارة الرابعة التركيب الجيني للمرأة خفيفة الشعر هو هل هي إجابة صحيحة؟ بالتأكيد ممتاز هي إجابة خاطئة إذن ما هو التركيب الجيني للمرأة خفيفة الشعر؟ تذكر ممتاز العبارة الخامسة تحمل صفة نسف الدم على الكرموسوم الجنسي هل هي إجابة صحيحة؟ ممتاز هي بالتأكيد إجابة خاطئة على أي كرموسوم إذن؟ ممتاز على الكرموسوم الجنسي العبارة السادسة إذا كان التركيب الجيني للذكر بي كابيتل بي سمول فإن النمط المظهري للرجل يكون أصلع ممتاز الإجابة صحيحة تذكر أن صفة الصلاح من الصفات المتأثرة بالجنس أي أنها تظهر في الجنسين ولكن بنسب متفاوتة تظهر في الذكور أكثر لأنها تتأثر بالهرمونات الذكرية العبارة السابعة ينتج العبور عن الارتباط غير تام في أثناء الانقسام الميتوزي هل تعتقد بأنها إجابة صحيحة؟ ممتاز هي إجابة خاطئة أي أنواع الانقسام نحن نتحدث؟ ممتاز الانقسام الميوزي العبارة الثامنة الجين الحامل لصفة الصلاح في الإنسان يحمل على الكروموسوم الجنسي سبق وشرح ذلك الآن في هذه الحلقة إذا ممتاز الإجابة خاطئة هو يوجد على الكروموسوم الجسدي وليس الجنسي العبارة التاسعة يختلف النمط المظهري للرجل عن المرأة في حالة تشابه التركيب الجيني بي كابتو بسمول لصفة الصلاح أقصد في هذه العبارة عند التركيب الجيني الحجين بي كابتو بسمول لصفة الصلاح يكون التركيب المظهري للرجل غير الأنثى مختلف هل هذه الإجابة صحيحة؟ إذا ممتاز الإجابة صحيحة بي كابتو بسمول يكون التركيب المظهري للرجل أصلح بينما في الأنثى ممتاز تكون عادية الشعر العبارة العاشرة إنتاج البيض والحليب وخصائصهما تتبع السيادة المحددة بالجنس ممتاز هي إجابة صحيحة لأنها تظهر في جنس دون الآخر العبارة الحادية عشر نمو اللحية في الذكور تحمل جيناتها على الكروموسوم الجنسي تذكر إذن ممتاز الإجابة خاطئة لماذا؟ لأنها هي من الصفات المحددة بالجنس تحمل على الكروموسومات ممتاز الجسدية وليست الجنسية العبارة الثانية عشر يعتبر العبور ثباتا في توارث الجينات والصفات الوراثية أي أن حدوث العبور وانتقال الجينات فيها من بين الكروموسومات يعتبر ثبات في توارث الصفات هل هذه العبارة صحيحة؟ ممتاز هي عبارة خاطئة تعطي تنوع في الصفات الوراثية العبارة الثالثة عشر الذي يحدد جنس الأبناء في الإنسان هي الأم تذكر ما سابق دراسته؟ ممتاز هي إجابة خاطئة لأن الأم تحمل XX إذن متشابهين بينما في الذكر XY مختلفين وهذا الذي يحدد الجنس في الإنسان العبارة الرابعة عشر العبور ارتباط غير تام ينتج عنه تغير في الصفات الوراثية إذن ممتاز الإجابة صحيحة العبارة الخامسة عشر مرض عمل ألوان صفة مرتبطة بالكروموسوم الجنسي X تحاول أن تتذكر ممتاز إلى عبارة ثانية نلاحظ العبارة الآن أحد أسباب اختيار مندل لنبات البازلل لإجراء تجاربه عليه هو قصر دورة حياته إذن ممتاز الإجابة صحيحة العبارة التي تليها الآن يحمل نبات البازلل أزواجا من الصفات المتبادة سهلة التمييز حاول أن تتذكر من خلال ما سبق دراسته ممتاز الإجابة صحيحة العبارة التاسعة عشر الصفة الوراثية السائدة في لون بذور البازلل هي صفة اللون الأخضر تذكر ما سبق دراسته هل هذه عبارة صحيحة ممتاز عبارة خاطئة إذن ما هو لون البذور السائد؟ ممتاز هو اللون الأصفر بالتأكيد العبارة العشرين الصفة الوراثية السائدة بالنسبة لشكل بذور البازلل هي صفة البذور المجعدة باعتقادك هل هذه عبارة صحيحة؟ بالتأكيد هذه العبارة خاطئة إذن ما هي الإجابة الصحيحة؟ ممتاز بالتأكيد توصلت إلى أن البذور الملسا هي الصفة السائدة العبارة التي تليها تميز التجارب من دل عن العلماء الذين سبقوه باستخدام أعداد قليلة من النباتات هل تعتقد أن هذا ما ميز من دل عن ما سبق من العلماء؟ إذن بالتأكيد العبارة خاطئة لاحظوا الآن يمثل الأليل السائد بالحرف الأول الكبير من الكلمة الأجنبية الدالة على الصفة ما رأيك الآن؟ هل هذه عبارة صحيحة؟ ممتاز هي عبارة صحيحة العبارة التي تليها تميز التجارب من دل عن العلماء الذين سبقوا بدراسة كل صفة على حدة في بداية تجاربه تذكر ما سبق دراسته ممتاز العبارة صحيحة يعطي الفرد ذو النمط الوراثي جي كابيتل جي سمول نمطين أي أقصد نوعين من الأمشاج هل هذه عبارة صحيحة؟ ممتاز هي عبارة صحيحة سيعطيني مشيج جي كابيتل والمشيج الآخر مختلف جي سمول لا توجد حاجة لإجراء التلقيح الاختباري على أفراد الجين الثاني في حالة السيادة الوسطية هل هذه عبارة صحيحة؟ ممتاز هي عبارة صحيحة ما السبب يا ترى؟ لأن بالتأكيد ممتاز أن التركيب المظهر يدل على تركيبها الجيني فلا لا ما في هناك حاجة لإجراء التلقيح الاختباري العبارة التي تليها تعتبر دراسة انتقال الصفات الوراثية في الإنسان أمرا سهلا بسبب سهولة ملاحظتها هل هذه إجابة صحيحة؟ بالتأكيد خطأ العبارة التي تليها يؤدي الزواج بين الأباعد إلى ولادة أبناء يعانون الكثير من الاختلالات والأمراض الوراثية هل تعتقد بأنها عبارة صحيحة؟ بالتأكيد خطأ العبارة خاطئة من الذي يؤدي إلى ظهور هذه الأمراض؟ بصفة كبيرة بالتأكيد هو زواج الأقارب العبارة التي تليها يكون ظهور الأمراض الوراثية نادراً عند الزواج بين الأقارب هل هذه عبارة صحيحة؟ سبق الآن أن شرحتها إذن هذه عبارة خاطئة زواج الأقارب زواج الأقارب يساعد على ظهور أمراض وراثية كثيرة العبارة التي تليها استغماتيزم العين خلل وراثي ينتج عن أليل سائد يتسبب في عدم تساوي تقوص قرنية العين تذكر ما سبق دراسته ممتاز الإجابة صحيحة العبارة التي تليها ينص قانون منذل الأول أن كل زوج من الجينات ينفصل عن بعضه أثناء الانقسام الميوزي ممتاز هي عبارة صحيحة ننتقل الآن إلى نمط آخر من الأسئلة وهو أكتب الإسم أو المصطلح العلمي الذي تدول عليه كل عبارة من العبارات التالية نلاحظ الآن العبارات ونضع المصطلح العلمي المناسب له العبارة الأولى ارتباط غير تام ينتج عنه تغير في الصفات بالتأكيد عرفتوها ممتاز هو العبور العبارة الثانية مجموعة من الجينات التي يحملها كروموسوم واحد تورث معا حاول أن تتذكر ممتاز هو الارتباط العبارة الثالثة الجينات الواقعة للكروموسومات الجنسية يا ترى ما هذه الجينات؟ ممتاز هي الجينات المرتبطة بالجنس العبارة الرابعة تركيب مسؤول عن حمل الجينات الوراثية أين تحمل الجينات الوراثية؟ ممتاز الكروموسوم العبارة الخامسة صفات وراثية على كروموسومات ذاتية تظهر في أحد الجنسين دون الآخر إذن صفات تظهر في جنس ولا تظهر في جنس آخر هل تتذكر؟ منتاز هي الصفات المحددة بالجنس العبارة السادسة صفات وراثية على كروموسومات ذاتية تتأثر بنوع الهرمونات الجنسية تظهر على الجنسين ولكن بنسب متفاوتة سبق وشرحنا ممتاز هي الصفات المتأثرة بالجنس الآن حاول أن تعلل تعليل المناسبة للعبارات التي سأذكرها الآن العبارة الأولى تعتبر صفة ظهور اللحية ونموها في الإنسان صفة محددة بالجنس هل تستطيع أن تذكر السبب؟ أو أن تعلل ذلك؟ ممتاز لأنها تظهر في جنس دون الآخر وتتأثر بالهرمونات الجنسية العبارة الثانية العبور وسيلة من وسائل تنوع الكائنات الحية حاول أن تستنتج ممتاز لأنه يؤدي إلى حدوث ارتباطات جديدة للجينات العبارة الثالثة عندما يتزوج رجل مصاب بعمل ألوان من امرأة سليمة فإن أولادهم الذكور يكونون سليمين أما الإناث فحاملات للمرض في البداية حتى تستطيع أن تجيب تذكر هذا المرض أين يقع هذا المرض؟ ممتاز على الكروموسومات الجنسية يقع على الكروموسوم الجنسي X فالذكر إذا كان مصاب إذن الـ X مصابة لكن الـ Y سليمة هو يورث لأبنائه الذكور ماذا؟ الكروموسوم Y ولا يورثه الـ X المريضة فبالتالي يأخذ الـ Y غير مصابة من أبيه ويأخذ الـ X من أمه السليمة فبالتالي يصبح الذكور ماذا؟ ممتاز سليمين إذن نلاحظ؟ لأن الأبن الذكر يأخذ الكروموسوم الجنسي Y الخالي من جين المرض من أبوه ويأخذ الكروموسوم X السليم من أمه لأن يجب أن نضع في إذهاننا أن صفة عمل ألوان مرتبطة بالكروموسوم الجنسي X وليس Y وبالتالي الذكر لا يورثه لأبنائه الذكور ظهور صفة الصلع تختلف في الذكور عن الإناث يا ترى ما السبب؟ ممتاز لأنها صفة متأثرة بهرمونات مذكرة أو بهرمونات الذكورة نلاحظ الآن العبارة التي تليها تابع معي الآن ساعد شكل أزهار نبات البازلاء وتركيبها على إجراء التلقيح الذاتي حاول أن تتذكر شكل هذه الأزهار ممتاز نلاحظ أن أزهارها خناث تحيط بتلات التويج بأعضائها التناسلية تماما بشكل زورق العبارة التي تليها يمكن إحداث التلقيح الخلطي في أزهار نبات البازلاء بسهولة ممتاز عن طريق نزع المتق قبل نسجها ثم إحاطة الزهرة بكيس من الورق وتنقل إليها حبوب لقاح صناعيا عبارة السابعة ليست دراسة انتقال الصفات الوراثية في الإنسان أمرا سهلا إذا من الصعوبة دراستها على الإنسان يا ترى ما السبب؟ ممتاز طول الفترة الممتدة بين جيل وآخر وقلة عدد الأفراد الناتجة عند كل تزاوج العبارة الثامنة صفة اللون الأخضر لبذور البازلاء صفة نقية تماما حاول أن تتذكر لماذا هي نقية دائما ممتاز لأنها صفة وراثية متنحية الأليل المسؤول عن ظهورها متنحي لا يظهر تأثيره إلا عندما يجتمع الأليلين المتنحيين مع بعضهما البعض إذا اجتمع مع أليل سائد لا يظهر تأثيره ننتقل إلى نمط آخر من الأسئلة أجب عن الأسئلة التالية لاحظ الآن مومك رسمة حاول أن تركز عليها وتجيب كيف تساعد ظاهرة العبور في بقاء أنواع الكائنات على قيد الحياة نلاحظ الآن كروموسومين متماثلين وحصل بينهما عبور بموقع يسمى الكياس ما لاحظ حاول أن تركز كيف ساعدت ظاهرة العبور على التنوع إذن يزيد التنوع الناتج من فرصة تكيف بعض أفراد النوع مع ظروف والتغيرات البيئية لذلك ظاهرة العبور كانت مهمة جدا عند حدوثها لاحظ الآن تزوج رجل مصاب بعمل ألوان بامرأة سليمة ولكن حامل المرض إذن هي سليمة ولكنها حامل للمرض لهذا الخلل الوراثي وهو مرض يسببه أليل متنحي مرتبط بالكروموسوم الجنسي X حدد التراكيب الجينية للأم والأب ثم حدد النسب المئوية لتراكيب أولادهما الظاهرية والجينية المحتملة لاحظ الآن التركيب الجيني للأب المصاب XC small Y XC small Y أب مصاب وامرأة سليمة ولكنها حامل للمرض إذن XC capital سليمة مع XC small مريضة حتى تكون هذه الأم حامل للمرض فالأمشاج للأب XC small ومشيج آخر Y بينما الأم المشيج الأول XC capital المشيج الآخر XC small فبالتأكيد الأبناء سيكونون لاحظ على المربع بانت قمنا بتوزيع الأمشاج نلاحظ أن 25% أنثة سليمة ولكنها حاملة للخلل الوراثي فتركيب الجيني كان XC capital XC small 25% أنثة مصابة بعمل الألوان كان تركيب الجيني XC small 25% رجل سليم تركيبه الجيني XC capital Y 25% رجل مصاب بعمل الألوان XC small Y هل النتيجة لها معنى؟ حاول أن تستنتج إذن تمكننا من استنتاج النسبة المؤوية لتركيب الأولاد الظاهرية والجينية المحتملة اعتمادا على ارتباط مرض عمل الألوان بالكروموسوم الجنسي X وعلى كونه ناتج من أليل متنحي لاحظ الآن تزوج رجل أصلع بامرأة خفيفة الشعر حدد التركيب الجينية للأب والأم حدد النسبة المئوية للتركيب أولادهما الأبناء الظاهرية المحتملة نلاحظ الآن هناك أليلان للجيل المسؤول عن الصلع B capital و B small وأليل الصلع B capital سائد عند الرجال و متنحي عند النساء والأليل B small السليم سائد عند النساء و متنحي عند الرجال أي أن التركيب الجيني للأم لا يمكن أن يكون سوى B capital B capital حتى تظهر صفة الصلع في حين أن التركيب الجيني للأب المصاب بالصلع قد يكون إحدى احتمالين قد يكون B capital B capital أو B capital B small إذن نلاحظ قد يكون تركيب الجيني للأب متشابه اللاقحة قد يكون متشابهة B capital B capital أو متباين التركيب B capital B small إذن سنقوم بإجراء نوعي من التزاوج إذا كان التركيب الجيني للأب متشابه اللاقحة أي أقصد بها B capital B capital والأم ثابت تركيبها B capital B capital سيكون لاحظ أمية بالأمية جميع الذكور ستكون حاملين لصفة الصلع بينما لو كانوا إناث أمية بالأمية سيكونون إناث خفيفات الشعر ماذا عن التركيب الآخر للأب؟ لو كان الأب يحمل التركيب الجيني الآخر B capital B small لاحظ أما إذا كان التركيب الجيني للأب متباين اللاقحة أي B capital B small وطبعا نتفق أن الأم B capital B capital دائما سيكون الناتج لدى الإناث إذا كان هذا التركيب لدى الإناث سيكون 50% مصابات بالصلاع أي خفيفات الشعر B capital B capital 50% سليمات يعني عاديات الشعر B capital B small إذا كانوا ذكور 100% مصابين بالصلاع سواء كان B capital أو كان B capital B capital أو كان B capital B small هل النتيجة لها معنى؟ بالطبع تمكننا من تعرف التركيب الظاهرية للأبناء اعتمادا على مبدأ سيادة أليل الصلاع عند الرجال وتنحيه بالطبع عنده النساء ننتقل الآن إلى مسألة سنستخدم بها سجلات النسب لاحظ الآتي عمل ألوان هو خلل في رؤية الألوان يعود إلى جين متموضع على الكروموسوم الجنس X يمثل سجل النسب أدنى عائلة بعض أفرادها مصابون بعمل ألوان نلاحظ الآن سجل النسب لاحظ الآن معي سجل النسب هل الجين المسؤول عن عمل ألوان سائد أم متنحي؟ لاحظ من خلال سجل النسب منتاز إذن الأليل المسؤول عن هذا الخلل هو متنحي هل تستطيع أن تعلل إجابتك؟ منتاز لأن الزوجين رقم 5 في الجيل الثاني ورقم 6 في الجيل الثاني هما طبيعيان ولديهم ولد من الجيل الثالث رقم 11 مصاب بعمل ألوان هذا يشير إلى أن الأليل المسؤول عن الخلل هو متنحي والأليل الطبيعي هو سائد تمثيل الأليلات بالرموز إن كابيتل الأليل الطبيعي وإن سمول الأليل المسؤول عن ظهور مرض عمل ألوان مرة أخرى نلاحظ حدد التراكيب الجينية لنفس سجل النسب للأفراد رقم 2 في الجيل الثالث رقم 1 في الجيل الثالث رقم 2 في الجيل الثاني رقم 1 في الجيل الثاني مع تعلين الإجابات لاحظ مرة أخرى سجل النسب حتى نستطيع الإجابة لاحظ الجيل الثاني رقم واحد ستكون ممتاز يكون تركيبه الجيني X in small y بما أنه مربع مضلل إذن هو ذكر مصاب لأنه مصاب بعمل ألوان ممتاز نلاحظ في الجيل الثاني رقم اثنين دائرة بيضاء ماذا أقصد بدائرة بيضاء؟ ممتاز هي أنثى أنثى بيضاء احتمال أنها تكون طبيعية ولكن ظهرت حاملة لأن ظهر ابنها رقم ثلاثة من الجيل الثالث مصاب إذن تركيبها الجيني X in capital X in small أنثى طبيعية حاملة المرض وعلننا ذلك لأن التركيب الظاهر طبيعي ولكن لديها ابن من الجيل الثالث رقم ثلاثة مصاب بعمل ألوان إذن هي حاملة المرض لاحظ الآن شكل المربع رقم واحد في الجيل الثالث هو ذكر طبيعي X in capital Y لأنه طبيعي نحاول الآن أن نعرف التركيب الجيني لرقم اثنين من الجيل الثالث لاحظ الآن رقم اثنين من الجيل الثالث هي دائرة بيضاء أي أنها أنثى ولكن لاحظ أباها كان مصاب بعمل ألوان وهي تأخذ X من أبيها إذن ستكون هذه الأنثى أنثى طبيعية حاملة المرض X in capital X in small أخذت X in المصابة من أبيها X in small أخذتها من أبيها إذن هي أنثى طبيعية حاملة المرض لأنها تستقبل X in capital من والدتها التي هي رقم اثنين في الجيل الثالث والX in small حاملة المرض من والدها المريض وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم التي تناولنا فيها مراجع لما سبق ودرسنا من دروس خلال الفترة الدراسية الثانية أتمنى للجميع التوفيق والتفوق والنجاح إلى أن ألقاكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة